أنا الغاية دلوقتي بصراحة مش شايف أي تطوير ومش شايف أي حاجة بتتعمل كابتن هاني عشان عارف وقتنا عشان نتكلم على بيتور بيريرا بس ارحول كلمة مهمة أربعة شهر بيتور بيريرا لم يقدم أي شيء بس دك فحي بيتور بيريرا ما تزعلش مني أنا نفسي أشوف حضرتك وأكيد حد سيوصل لك إحنا عاوزين تطوير على الأرض الواقع من فضلك عندنا مشاكل كترة جدا مشاكل في التعينات مشاكل في الحكام اللي هي بتخطأ وبتلعب مشاكل في أنك أنت تطور أداء التحكيم والحكام لأننا بنشوف الحكم بيخطأ من اللي بيطور أداء الحكم من اللي بيخلي يحسن من أداءه هو بيتور بيريرا حضرتك مسؤول يا مستر بيتور أنت مسؤول عن التحكيم المصري أنت اللي هتسأل في الآخر الحاجة الثانية عندنا كوادر بشرية كابتن هاني وبقول كوادر بشرية وطنية على أعلى مستوى يا جماعة خد النفس دي استفيدوا بيها ما بكلمش عن نفس اللي أنا مش هشتغل في التحكيم تاني ولكن كوادر بشرية شابة استفيدوا بيها في لجنة الحكام تعال ما حضرتك موسم طويل جدا في الدور المصري العملات التحكيمية ما بين رايح وجاي كويس ووحش فيه شباب ظهروا على الساحة بشكل كويس فيه حكام ظهروا بشكل مهزوز ومتواضع رؤيتك والحالات اللي حضرتك وإفتح عندها الحالات المهمة جدا خلال الموسم اللي فات كابتل هاني قبل بس ما نروح للنحالات هتكلم في نقطة بس مش هتصفيد فيها القائمة الدولية يعني القائمة الدولية نحن عندنا سبع حكام في الملعب وسبع حكام مساعدين وقائمة الفوار فنهاية كل موسم كل الاتحاد أهلي بيبعث للاتحاد الدولي اعتماد القائمة الدولية الجديدة أنا بقول من فضلك لجنة الحكام طلعونا ناس اللي هتترشح بالمعايير احنا نقتنع بيها تطلع على موقع الاتحاد للكل نشوفها اللي ترشح عدد المباريات تقييمه الفني فيهم إيه لأن الكفاءة الفنية هي العامل الأساسي في ترشح الحاكم عندنا كامل حكام ساحة مش معهم رخصة الفوار من فضلك الناس دي لو ما خدش رخصة الفوار هيؤثر عليهم في البطلات الكبيرة موضوع كبير جدا هنبدأ الفتحينه يا كابتن هاني ملف القائمة الدولية لحين ما تخرج هنا على الاتحاد الدولي وتعتمد إن شاء الله